حلقة النهاردة عن فنانة محبوبة جدا متعمل باسمها مهرجان سينمائي لدعم صانعي الافلام في جميع انحاء دول العالم ومنحهم الفرصة لعرض افلامهم في لندن ومصر وبالرغم من انها لم تقوم في البداية الا بادوار ثانوية الا ان شعبيتها كانت تزداد على مدى السنوات وصنعت من نفسها ممثلة رائدة في السينما المصرية واصبحت واحدة من اكثر الممثلات شهرة في الشرق الاوسط وخلال حياتها المهنية التي استمرت لاكثر من ستين سنة فاتن حمامة ممثلة ومنتجة مصرية وكانت مسئلاتها المهنية مليئة بالنجاحات التلفزيونية وتعد من ايقونات السينما المصرية مثلت في اكثر من مئة فيلم وبرنامج تلفزيوني ولدت فاتن احمد حمامة في 27 مايو عام 1931 في السنبلويين في الدهقلية والدتها هي زينب توفيق ربط منزل والدها هو احمد حمامة من كبار موظفي وزارة التعليم وكان يعمل بمدينة المنصورة وبدأت حكاية السينما وهي عندها 6 سنين لما راحت هي والدها لسينما عدن بالمنصورة لمشاهدة فيلم من بطولة اسيا داغر ولما بدأت كل اللي في الصلاة يسقفوا الاسيا داغر تأثرت فاتن حمامة بالممثلة وقدها بشكل عميق وحلمت انها تكون ممثلة فقالت لولدها انها حسنة ان الناس بيسقفوا لها ومن اليوم ده بدأ حبها وشغافها بعالم السينما وفي 1940 قدم لها والدها في مسابقة المصور لاجمل اطفال في مصر ولما ارى والدها اعلان في الصحف للمخرج محمد كريم اللي كان بيدور على طفلة المثل مع الموسيقار محمد عبدالوهاب في فيلم يوم سعيد ارسل والدها صورها لمخرج محمد كريم وفعلا سافرت للقاهرة وتمت مقابلتها وتم اختيارها لاداء الدور وكان اداءها محبوب للجمهور وهي عندها سبع سنين وكان اول اعمالها وفضل المخرج محمد كريم مقتنع بالموهبة الطفلة فكتب عقد مع والدها ليضمن مشاركتها في اعماله السينمائية المستقبلية وغير السيناريو عشان تاخد دول اكبر وبعدها رفض والدها عدة عروض سينمائية حرصا على مستقبلها الدراسي حتى اقنعها المخرج محمد كريم مرة اخرى وبعد اربع سنين استدعاها نفس المخرج مرة تانية للتمثيل امام محمد عبدالوهاب في فيلم من رصاصها في القلب عام الف تسعمية عبعة وربعين وبعدها ظهرت الممثلة الشابة في افلام الشهر الاول سنة الف تسعمية خمسة وربعين والكون عام الف تسعمية ستة وربعين ومع في المهة التالت دنيا الف تسعمية ستة وربعين تمكنت من حجز موطئ قدم لها في السينما المصرية وانتقلت العائلة الى القاهرة تشجيعا منها للفنانة الناشئة بعدها دخلت معهد التمثيل في دفعته الاولى سنة 1946 بعد ان اسسها الاكاديمي والفنان الراحل زكي طليماط فشهد المخرج يوسف وهبي واعترف بامكانيات فاتن حمامة وادالها الدور الرئيسي في فيلم ملاك الرحمة عام 1946 وحصل الفيلم على شعبية كبيرة واوصلها الى النجومية وبعدها في فيلم القناع الاحمر عام 1947 بالفيلم ده داخلت مرحلة جديدة في حياتها وهي ميليو دراما وكان عندها خمستاشر سنة وفيلم العقاب عام 1948 وبدأ اهتمام النقاد والمخرجين بها واشتركت مرة اخرى في التمثيل الى جالب يوسف وهبي في فيلم كورس الاعتراف عام 1949 وفي نفس السنة عملت بدور البطولة في الفيلمين اليتيمين المخرج حسن الامام وست البيت وحققت نجاحا كبيرا فيه شباك التزاكرة وتزوجت فاتن حمامة ثلاثة مرات وكان جوازها الاول في سنة 1947 من المخرج عايزة تدين زور فكار بعد ان تقدم لولدها ايام تصوير فيلم ابو زيد الهلالي واساسه شركة انتاجية سينمائية وانتاجه فيلم موعد مع الحقيقة عام 1954 وكان الفيلم ده سبب اطلاق النقاد لقب سيدة الشاشة العربية عليها وانتهت علاقتهم بالطلاق سنة 1954 بعد ان صرحت فيلم بابلات الصحفية بان بانها اكتشفت ان علاقتهم كانت علاقة تلميذة مبهورة بحب الفن وانجذبت لاستاذ كبير اكبرها بسنين كتير وقدمت افلام نكحة من اخراج زوجها ولها ابنة واحدة وهي نادية زول فكار وانجازات وعمال فاتن حمامة لما بدأت مشوارها في السينما المصرية وكان النمط الساد للتعبير عن الشخصية النسائية للمرأة المصرية في الافلام يسير على وطيرة واحدة وكانت المرأة في الافلام الوقت ده اما برجوازية غير وقعية تمضي معظم مؤتاء في نواد الطبقات الراقية وكانت اما تطارد الرجال او العكس وكان هناك نزع الى تمثيل المرأة كسلعة الجسدية لاضافة طبع الاغراء للافلام الزمن ده وكان معظم الممثلات يجدون الغناء او الرقص وقبل مرحلة الخمسينيات ظهرت فيه تلاتين فيلم وكان المخرجون يسندون اليها دور الفتاة المسكينة البريئة ولها ما يقارب من مئة فيلم بدأت اولها بفيلم يوم سعيد عام الف تسعمية واربعين واخرها فيلم فيلم ارض الاحلام عام الف تسعمية تلاتة وتسعين وعملت مع معظم رواد الاخراج في مصر ومن ابرز افلامها ليلة الابضة على فاطمة عام الف تسعمية واربع وتمانين وظهرت فيه افلام عديدة في فترة الخمسينيات بداية ما سميه العصر الزهب للسلمة المصرية وكانت توجه العام للوقعية وبالاخص للمخرج صلاح ابوسيف واشتركت في اول فيلم من المخرج يوسف شهين بابا امين عام الف تسعمية وخمسين وقامت بدور البطولة في فيلم لك يوم يا ظالم عام الف تسعمية تنين وخمسين الذي كان انجازا ضخما والذي اعتبر من اوائل الافلام الوقعية واشترك هذا الفيلم فيه مهرجان كان السينمائي وعبيد المال عام الف تسعمية تخمسين ثم فيه فيلم سراع في الوادي عام الف تسعمية تخمسين الذي كان منافسا رئيسيا فيه مهرجان كان السينمائي وفيلم الله ومعنا عام الف تسعمية خمسة وخمسين والطريق الممنوع عام الف تسعمائة تمامية وخمسين ويرى معظم النقاد انها وصلت لمرحلة النطج الفني مع فيلم دعاء الكروان عام الف تسعمائة تسعة وخمسين هذا الفيلم الذي اختيره كواحد من احسن مع انتجته السينما المصرية وكانت تعمل من عشر لخمستاشر فيلم في السنة وكانت صاحبة اعلى اجر فيه صعيد الفنانات وايضا فيلمها الرومانسي الشهير بين الاطلال عام الف تسعمائة تسعة وخمسين ولزي كادت ان ترفضه في البداية ولكن اقناعها عزي دين زو الفكار ويوسف السباعي بقبوله الدور وروت انها لا تنسى فضل عزي دين زو الفكار في نجاح هذا الفيلم وكان زو الفكار واثقا في نجاح هذا الفيلم اسناء تصويره وهذا الفيلم اختيره كواحد من احسن مع انتجته السينما المصرية ومن الفيلمين دول بدأت بانتقاء ادوارها بعناية وفيلم نهر الحب عام الف تسعمائة وستين للمخرج عزي دين زو الفكار والذي كان مستندا على رواية ليوتولوستو الشهيرة وفيلم اللي تطفئ الشمس عام الف تسعمائة واحد وستين عن رواية احسن عبدالقدوس وفيلم لها وقت للحب عام الف تسعمائة وستين عن رواية يوسف ادريس وكذلك اشتركت في اول فيلم المخرج كمال الشيخ المنزل رقم تلاتاشر الذي يعتبر من اوائل الافلام الالغاز او الغموض وفي عام الف تسعمائة وستين حصلت على جائزة احسن ممثلة في الفيلم السياسي لها وقت للحب امتد شهرتها للتصبح دولية وظهرت في انتاج هوليوودي سميها بالقاهرة عام الف تسعمائة وستين وتمانية من الافلام اللي انتقامت فيها بدور البطورة وكانت ضمن قائمة افضل مئة فيلم مصري ومن مسلسلاتها ضمير قبل حكمة انتج عام الف وتسعمائة واحد وتسعين لعبت فيه دور حكمة ومسلسل وجه القمر انتج عام الفين لعبت فيه دور بسام البستاني اما عن زواجها التاني مع عمر الشريف ترجع قصة لقاءها بالشريف التي اعترضها على مشاركة شكر سرحان البطولة معها في فيلم يوسف شهين صراع في الوادي وعرض شهين الدور على صديقه وزميل دراسته عمر الشريف وكان شريف زميل دراسته بكلية فيكتوريا بالاسكندرية وكان عمر الشريف في الوقت ده تخرج من الكلية وبشتغل في شركات والده وبتجارة الخشب فوافقت على الممثل الشاب وكانت مشهورة برفض اي مشهد او لقطة فيها قبلة ولكن سيناليو الفيلم سراع في الوادي كان يحتوي على قبلة بين البطلين ووسط دهشة الجميع وفقت على لقطة وبعد الفيلم ده اشهر عمر الشريف اسلامه وتزوج منه عام الف وتسعمائة خمسة وخمسين ولهما ابن اسمه طارق الشريف واستمر زواجهما الى عام الف تسعمائة سبعين واستناد الالاية فانها كانت سعيدة مع عمر الشريف وكانت تعيش في حلم لا تريد ان ينتهي ولكن الشائعات من جهة وكونها وعلى لسانها كانت شديدة الغيرة عليه مما ادى الى استحالة الاستمرار الزواج والقصة كاملة في حلقة عمر الشريف هسيب لكم اللينك في الكومنتات والزواج التالت والاخير بعد انفصالها عن عمر الشريف بسنة واحدة تزوجت من دكتور الاشع محمد عبدالوهاب عام الف تسعمائة خمسة سبعين وعشت معها في هدوء حتى وفاتها وجوائز فاتن حمامة احسن ممثلة لسنوات عديدة خلال مسيراتها المهنية تلقت فاتن حمامة لعديد من الجوائز والاوسمة لاداءها الرائع على الشاشة ومن بين الجوائز الدولية التي فازت بها حصلت على وسام الابداع من الدرجة الاولى الذي قدمه لها الامير خالد شهاب رئيس الوزراء اللبناني عام الف تسعمائة تلاتة وخمسين وهو وسام الارز من لبنان لدموع عام الف تسعمائة خمسة وخمسين الجائزة الخاصة في مهرجان زهران السينماء الدولي عام الف تسعمائة واحد وسبعين عن اداءها في فيلم الخطة الرفيع والجائزة الخاصة من مهرجان موسكو السينماء الدولي عن دورها في فيلم الامبراطورية مين واغنية الموت عام الف تسعمائة وسبعين وهو سام العظمة من الرئيس انور السادات عام الف تسعمائة ستة وسبعين وجائزة التميز في الافلام المصرية عام الف تسعمائة ستة وسبعين افضل ممثلة في مهرجان الكاهرة الدولي عام 1977 وفازت بجائزة مهرجان طهران عام 1977 عن فيلم افلاء افواه وآلاني مدلة الشرف من قبل ايميل لحود جائزة من مهرجان موسكو عام 1983 جائزة الاستحقاق اللبناني لأفضل ممثلة عربية عن فيلم ليلة القبض على فاطمة عام 1984 جائزة افضل ممثلة في مهرجان كارتاج السينماء الدولي في تونس عام 1988 وشهدت الدكتوراه الفخرية من الجامعة الامريكية بالكاهرة عام 1999 جائزة نجم القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاض المصريين عام 2000 وتم اختيارها نجمة القرن العشرين في مهرجان الاسكندرية عام 2001 وسام الكفاءة الفكرية من المغرب الجائزة الاولى للمرأة العربية عام 2001 وسام القرز من لبنان عام 2001 مدلة الشرف من قبل الرئيس جمال عبد الناصر مدلة الشرف من قبل الرئيس محمد انور السادات مدلة الاستحقاق من ملك المغرب الحسن الثاني بن محمد وسام المرأة العربية من قبل رفيق الحريري عضو في لجنة التحكيم في مهرجانات موسكو وكان والقاهرة والمغرب والبندقية وتهران والاسكندرية وجاء كارتا وشهدت الدكتوراه الفخرية من الجامعة الامريكية ببيروت عام 2013 بالرغم من نجاح المهني الا انها اثرت الجدل في فترة الستانيات بعد الدعمها لثورة يوليو عام 1952 اتصل بقى المخابرات المصرية وطلبت منها ان تتعاون معها ولكنها امتنعت عن التعاون بناء بناء على نصيحها من صديقاء حلم حليم الذي كان ضيفهم الدائم في السجون ولكن امتنعها عن التعاون ادى بالسلطات الى منعها من السفر والمشاركة بالمهرجانات ولكنها استطعت ترك مصر بعد تخطيط طويل واشياء عديدة فاضيعا هيك عن موضوع تحديد الملكية وعلى رغم من انها لم تكن كثيرة النشاطات في تلك الفترة فقد شاركت في القليل من الافلام مثل الوقت للحب عام 1963 والخطيئ عام 1965 من اخراج هنري بركات حيث قامت فيه فاتن حمامة وزاكي رستم وعبدالله غيس بالادوار الرئاسية وكان تكسيد شخصية امرأة فلاحة فقيرة تتعرض للاختصاب اثناء العمل في احدى الحقول فتصبح عاملا مما يؤدي في نهاية المطاف الى موتها مما يجعلها شهيدة قضية الفلاحين المناظرين واستنادا الى مقابلة صحفية لها مع خالد فؤاد فانها غادرت مصر عام 1966 الى عام 1971 حيث كانت خلال تلك الفترة تنتقل بين بيروت ولندن وكان السبب الرئيسي وعلى لسانها ظلم الناس واخذهم من البيوت ظلما للسجن في منتصف الليل واثناء فترة غيابها طلب الرئيس جمال عبدالناصر من مشاهير الكتاب والنقاد السينمائيين بيقناعها بالعودة الى مصر ووصفها عبدالناصر بانها ثروة قومية ولكنها لم ترجع الى مصر الا في عام 1971 بعد وفاة عبدالناصر بعدما دخلت في العقد الخامس من عمرها بدأت بالتقليل من ظهرها وعمل كم اقل من الافلام وعندما عادت كانت تغالبا تختار ادوار تقدم رسالة سياسية او تنتقد قوانين مصر وقدمت فيلم الخط الرفي عام 1971 وفي نفس العام قامت بطولة الفيلم القصير ساحرة امام صلاح زول فكار ثم بدأت بتكسيد شخصيات نسائية زاد طابع نقدي وتحمل رموز ديمقراطية كما حدث في فيلم امبراطورية ميم عام 1972 فيلم حبي عام 1974 وافواه وارانب عام 1977 وخلال فترة السبعينيات نجح الكثير منها في ترك اثر اجتماعي واكدت فاتن حماما نفسها في اكثر من مناسبة انها الوجه الشامخ للمرأة في السينما المصرية والحاملة لقضاياها وحصلت عند عرض ذلك الفيلم في مهرجان موسكو على جائزة تقديرية من اتحاد النساء السوفيتي وكان في المهد التالي اريدو حلن عام 1975 المنتج صلاح زلفكار الذي اقتنع بالفكرة وجرائتها وتقديم الفيلم لنقض لازع لقوانين الزواج والطلاق في مصر وبعد الفيلم قامت الحكومة بالمصرية بالغاء القانون الذي يمنع النساء من تطليق ازواجهن وبالتالي سمحت بالخلق وليلة القبض على فاطمة عام 1985 وكان ارض الميعاد عام 1993 اخر اعمال الفنانة في حياتها المهنية لمدة تمان سنوات وصاحب عودتها للعمل الفني بعد غياب طويل ضج ألماء حيث شاركت بعام 2000 في المسلسل التلفزيوني وجه القمر والذي عرض على 24 قناة فضائية ومحطة تلفزيونية عربية والذي انتقدت فيه العديد من السلبيات بالمجتمع المصري من خلال تكسيدها لشخصية مزيعة كبيرة بالتلفزيون وكان في المسلسل تعاطف مع الانتفاضة الفلسطينية عبر مشاهدة ابطال المسلسل للأحداث على أرض فلسطينية إلى شاشات التلفزيون وتأيدها خصوصا عبر تعليقات المزيع ابتسام البستاني التي تقوم بتأدية دورها حول الانتفاضة وتجار السلاح وكانت سبب الضجة الاعلامية اقامة مؤلفة العامل مجدى خير الله دعوة قضائية ضد الشركة المنتجة للمسلسل بدعوة ان المسلسل اصابها تشويه من قثرة الحسف والاضافة في النص من قبل بطلته والتي وحسب المؤلفة كانت تتدخل في عمل المخرج سواء باختيار النجوم او في عملية المنتاج ولكن برغم هذه الضجة تم اختيار حمامة كاحسن ممثلة ومسلسل وجه الكامر كاحسن مسلسل وفازت بجائزة افضل سلسلة في مهرجان الازاع وتلفزيون المصري الذي عقد عام 2001. واما عن وفاة فاتن حمامة توفاة الممثلة في مساء يوم السبت 17 يناير عام 2015 عن عمر ينايس 83 عاما وثمان اشهر. اثر ازمة صحية مفاجأة استدعت نقلها الى مساشفة دار الفؤاد بمدينة السادس من اكتوبر. تحت اشراف زوجها وخرجت بعد ان تماثلت للشفاء ثم تعرضت الى وعكة صحية مفاجأة توفاة على اثرها. ولكن كان هناك تضارب بين خبر وفاتها وذلك بسبب رغبة قصرتها تحفز وعدم الادلال باي تصريحات حتى تأكيد الخبر من قبل وسائل الاعلامة المصرية الرسمية. وعلن وزير الثقافة الحداد لمدة يومين في كل ما يتصل باقتراع الثقافة وكل ما يتصل بالدولة. حزن على رحيل فاتن حمامة كما نعت رئاسة الجمهورية وفاتاة وتقدمت لقصرتها وزاويها وكافة محبينها من ابناء مصر والوطن العربي بخالص التعازي والمواساة. اشهر اقوال فاتن امامة الحياة بالنسبة لكم باب مقفول على الانانياتكم وانا الحياة بالنسبة لي باب مفتوح على الامل على الساعدة. كان معكم مصطفى مرشد لو اعجبتك الحلقة دوس لايك وشير وما تنساش تعمل تصور على اليوتيوب واستنى كل جديد.